اعتبر المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة عمر عبداللطيف أبو العطى أن الأزمة مع قطر ليست مسألة تناقش في مجلس الأمن وقال أبو العطى إن مطالب الدول الأربعة دعية لمكافحة الإرهاب واضحة من قطر وتنتظر هذه الدول تجاوبا إيجابيا من الدوحة مع هذه المطالب في سياقنا خر أقرى مجلس الأمن في اجتماعه الأخير برئاسة مصر القرار رقام 2370 القاضي بمنع حصول الإرهابيين على السلاح وجاء اعتماد المجلس القرار بالإجماع خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية للمجلس للبحث فيما يشكل الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين ويقضي القرار بامتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكينات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية بما في ذلك وقف أندادات الأسلحة إلى الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر